الدكتور مهند مجد عضو مجلس إدارة النادي الأهل يحل الآن ضيف شرف على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اللي بيحضره نخبة من خبراء الرياضة المتخصصين وده في الملتقى الرياضي الرمضاني بنسخته الخامسة تحت شعار شباب طامح رياضة مستدامة بمقر نادي الشارقة في منطقة الرمثاء وده برعاية مجلس الشارقة الرياضة وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب بهدف التعرف على أفضل المواصفات الفنية والزهنية على مستوى العالم لاستكشاف المزيد من العناصر التي يمكنها تطوير رياضات الدفاع عن النفس بيشارك في المؤتمر كل من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي وهو بطل العالم السابق في الكاراتيه وتضمن الملتقى الرمضاني عدة محاور فيها الاطلاع على تجربة النادي الأهل المصري في استكشاف وتطوير لعب رياضات الدفاع عن النفس والوصول بهم لمنصات التتويج الدولية الملتقى أيضا بيسلط الضوء على تجربة النادي الأهلي اللي ساهمت في صناعة أبطال عالميين وتحقيق شعبية كبيرة لممارسة هذه الرياضات في الدفاع عن النفس سواء في مصر أو في الوطن العربية بشواندس فضلا عن التعرف على التجربة المتطورة في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم وأهمية الاستدامة في الحفاظ عليهم وأيضا العناصر المطلوب توفرها لاستثمار طاقات الشباب رياضيا وزهنيا تجربة رائدة للنادي الأهلي وممثل للنادي بطل عالم سابق أستاذ إبراهيم أهمية هذا الخبر تكمن فإنها بتشولينا بوضوح أن المكانة التي يصل إليها النادي الأهلي ليست بضربة حظ أو مجاملة أو بشكل عشوائي ولكن لأنه زاخر بالكوادر والنمازج الرياضية الرائدة والقيادية الملهمة كل في مكانه وأنه معنى كده أن الأهلي يطمئن إلى مستقبله عندما يجد أن الكوادر الشابة تجد اهتمام من المحيط الإقليمي بتاعها أنها تدرس تجاربها